بسم الله الرحمن الرحيم عزائي الطلبة اهلا وسهلا بكم في كورس مع المحاضرة الاولى بالكورس بناء على رغبات الطلبة في الظروف الحالية ان احنا نسجل المحاضرات من بداية لحد فترة تعليق الدراسة ما نكتفيش بالفترة اللي بدأت فيها تعليق الدراسة عشان يبقى الكورس متكامل في صورة فيديوهات بحيث ان الناس مقدرين طبعا الظروف الحالية ان الناس بدأت يعني يحصل لها نوع من التراخي للجزء القديم اللي كان قبل ما الدراسة توقف فعشان نقدر نريمه بحماس فانا بسجل فيديوهات تاني بتاعة المحاضرات القديمة بحيث تبقى الرفرنس كله بالكامل موجود قدامكم من اول محاضرة لاخر محاضرة ان شاء الله ما يبقاش فيه اي تأثير في جزء لو كان حدا ما حضرش محاضرة او حاجة يقدر يسترجع الداتا بسهولة المحاضرة الاولى كانت محاضرة جنرال بنستعرف فيها المنهج وكان توزيع على مدار الترم وكان الدرجات وكده طبعا وفقا للخطة القديمة قبل الظروف الاستجدد حاليا يعني فكان فيها الكورس كونتينت الكورس بلان بتاعتنا وتوزيع الدرجات كل الكلام اللي هو القديم طبعا الكورس فيه كوز بنزله فيديوهات على آآ نزل لنا حتى الآن الثلاث فيديوهات ليه آآ يعتبر اربع تجارب آآ موجودين فالاربع تجاربون متاحين على القناة في صورة تلات فيديوهات هم اربع تجارب بس في صورة تلات فيديوهات آآ ان شاء الله خلال الاسبوع ده والاسبوع القادم هينزل آآ فيديو كمان آآ تجربتين مع بعض برضو وهنستمر يعني احنا مفروض عندنا آآ الطبيعي في الكورس ده انا بيتاخد من ست لتمن تجارب على مدار الكورس فان شاء الله هنحاول ان احنا نغطيهم هي التجارب بتاعتنا تجارب مش مش يعني فالموضوع بيبقى بسيط لانه معتمد على آآ سهل عندنا المتلاب ونقدر نشتغل ممكن نيبقى فيه بديل برضو اللي هو الاكتيف بس من غير بالاكواد ونقدر نوصل لنفس النتائج آآ يعني من غير موضوع في الظروف الحالية آآ ده بالنسبة لجزء اللابات ودي بيقوم بيجيها المهندس سيف وبنرفعها على اليوتيوب آآ بالنسبة لجزء بتقوم بيها المهندسة الصراع صراح وهي بتنزلكو طبعا في صورة آآ فيديوز اول باول آآ ان شاء الله لما تنتهي من تسجيل شيت الاسبوع السابع هطلب منها ان هي برضو تسجل اول تلاتة شيتس آآ لو وقتها يسمح برضو عشان يبقى المادة كلها آآ موجود على البلايلست كريفرنس لاي حد في اي وقت حايز ان هو آآ يطلع المادة سواء في الكورس ده او في الترمات اللي جاية او في اي وقت. آآ المفروض ان المخطط اللي كان محضوط في اول ترم بغض النظر عن التايمينج ده اختلف كتير طبعا. بس آآ المخطط آآ ان احنا هنشتغل على دراسة الكمنيكيشن سيستمز هنتكلم على السيجنل هنتكلم على الاملتيود مديليشن نبدأ نكلم على الفيز مديليشن وبعدين البالس مديليشن تيكنيكس آآ ثم ندرس الهيترو داين ريسيفر هم دول التوبكس نفسها بغض النظر هم هتوزعه ازاي طبعا انا كان ليا نظرة مختلفة لما بدأت اشتغل الكورس ان جزء الاملتيود مديليشن هو محتاج ان يبقى لي نظرة عميقة كده نخش فيها بتفاصيل اكتر عشان كده انا فرط في اثناء المحاضرات على التلات محاضرات على اربع محاضرات او عامة على اربع محاضرات وبعد كده هتقابلنا ان شاء الله اللي هناخد فيها انواع الانواع انواع المختلفة للبالس موديليشن. ودي هتكون محاضرة جنرال محاضرة واحدة يعني على بعضها. ثم مرحلة دي هتكون المحاضرة الختمية في المنهج يعني. فان شاء الله نفس بتتاخد بس يمكن انا ركزت على اوعدت ترتيب البروجرام اللي موجود قدامكم بالشكل اللي انا شايفه يناسب منطقية الاوضاع والاحداث والاستيعاب الطالب برضه عشان لما يجي يدرس الكلام يحس ان الكلام مترتب بشكل سالس لانه لما بيذاكر تحت ضغط غير لما هو بيذاكره في حالة كده فبيبقى ايه مش منتظم قوي في المتابعة فانا بحاول ان انا اوفر له جو يقدر لما يفصل ويرجع يقدر يستوعب بسهولة ما يحصلش الجاب عنده او خلل في عملية الفهم. طبعا الريفرنس اللي انا بشتغل بيه هو الاساس بتاعنا هو مرجع آآ لاسي آآ اللي هو مودرين ديجتال عند انالوك كومينيكيشن سيستيمز آآ اي ان كان الفرجن اللي بنشتغل منه هو لاسي هو طبعا البيونير بتاعنا في آآ محاضرة النهاردة احنا بنتعرف فيها على آآ التحدي آآ اللي بنشوفه في العالم بخصوص آآ كلمة تلي كومينيكيشن سيستيم الكمبوننت تاعت الكمبوننت تاعت الكمبونيكيشن سيستيم عبارة عن ايه آآ ايه علاقة السيجنل والسيستيم بي اللي احنا ندرسه آآ الفرق بين انالوك و ديجتال بنسمع دول الفرق بينهم و كلمة فريقونسي باند او فريقونس بيكترام برضو عشان ده هنسمعه كتير ده يا طبعا ايه آآ المستهدف طبعا من المادة طبعا احد السورسز اللي انا طبعا باخد منها او بارجع ليها دايما في الداتا هي محاضرات آآ كوليت الهندسة جامعة القاهرة آآ في الجزء ده تحديدا فهتلاقي يعني بسترشد بيه اللي بيدرسها الزمله لكاترة احيانا آآ في اجزاء معينة يعني في محاضرات الانترودكشن بسترشد بي آآ كلام الزمله آآ في كلها العريقة الزميلة كله الهندسة جامعة القاهرة آآ طبعا مهم ان احنا نفهم الكمنيكيشن سيستيم نحنا نتعرف على المدلشن تكنيكس المختلفة نحنا ندرس الباور وندرس البندويتز دول اللي هنفضل نتكلم عليهم طول التيرم بتاعينا. طبعا آآ الاسكس دي تخص المحاضرات عندنا وندخل على التحدي بتاعنا اللي هو الحلم اللي احنا هزين نتكلم عليه نشوف انت بدأت من اول فين آآ بتعمل محادسة او مكالمة ازاي آآ تعمل بس تلفزيوني ازاي قنوات او تلفزيوني ثم انك انت تنتقل لفكرة آآ السويتشنج وآآ ربط اجهزة نتورك يعني كومبيوترز مع بعض آآ آآ ازاي على جهاز ثم على روتر او سويتش واتيفر آآ ثم انك انت توصل بقى على مستوى العالم انك انت تبقى بتتحكم في مليون جهاز في وقت واحد يعني تحكم في موبايل في آآ فيديو كونفرنس مع بعض زي آآ مسلا برامج زي الزوم والحاجات دي انك انت تعمل تعمل مكالمات من خلال الانترنت تقدر تتحكم تقدر تعمل او جي بي اس تقدر تعمل آآ تراكينج الحاجة معينة تقدر آآ آآ تريكورد فويس وتعمل على على وتقدر تعمل آآ على فيديو حكاية كبيرة جدا كل ده نقدر نعملها وارز من غير ما يكون في اتصال مباشر يعني فعشان نوصل ليه التحدي ده ونقدر نعمل ساتلايت وتيفي ونبدأ اللي هي التليفونات اللي هي سلكي ثم بعد كده ندخل على اللي هو الموبايلز بعد كده الواي فاي وحاليا الدوقتي فيه اللي هو الترانسيميشن من خلال اللايت آآ آآ انزاء بعد داتا من خلال ليد او ضوء آآ البلوتووس الليزر المايكروويف الجي بي اس كل دي حتى الوار السنسور نيتورك كل دي بقت حديثة متدرجة كده من اول ما بدأنا من جرام بيل من التليفون العادي لحد وصولا لللاي فاي والتقنيات الحديثة اللي عندنا فبدأنا من اول الوان جي ثم التو جي الوان جي الانالوج فونز واللاسلكيز والحاجات دي كلها ثم بعد كده بدأنا نعمل التو جي اللي هو بدايات المحمول في مصر في التسعينات ثم بعد كده بدأنا ندخل الخدمات السري جي في الالفينات الفين وستة الفين وسبعة لما بدأت شركة اتصالات مصر تدخل السوق وبعدين لما داخلت او المصرية الاتصالات وهكذا كل شوية بنطور في السرعة فبدأنا من مثلا بس بدأنا نطور شوية بدأ يدخل ديجتال مع مثلا داتا بسيطة كده في الناس بتخش على النت مثلا عشان تفتح جوجل تعد ربع ساعة مثلا في التو جي بعد كده في السري جي بدأنا يعني طبعا السري جي هو اللي بيغطي جزء كبير من الدولة حاليا الفور جي مغطى في اماكن بس مش مش في كل الدولة السري جي برضو مش مغطى بشكل كامل بس يعني نسبته اكبر طبعا بكتير فبدأنا نبقى في فيديوز في حاجات كتيرة نقدر نعملها مكلمات كمان صوت وفيديو وهكذا اه الفور جي طبعا بقى مرحلة النقلة بتاعت الترانسيميشن هتا تتكلم في تلتمية ميجا بيت بر ساكند وطبعا الاماكن اللي فيها الفور جي افكتف معروف جدا لك انت لما تيجب تعمل داوندود لحاجة السرعة بتبقى عاملة ازاي بالذات لو الفور جي شغال فعليا بتضبطه الحقيقية معاك مش مجرد اه فيرشوال سيجنال قدامك عن موبايل اه بتخلص لك الباقة في ثوانية اه ثم الفايف جي طبعا بقى والحلم العالمي وشغل اليابان حاليا اللي موجود دلوقتي اه انطلاقة جديدة وسرعات جديدة وبنتكلم في حاجات بقى دخلين على اه مش تلتمية ميجابيت بقى دخلين على اربل وان جيجابيت بر ساكند بنيجي بقى اللي هي كلمة تليكومنيكيشن سيستمر يعني ايه بقى هنا بني 계جي كلمة دعنفورميشن يعني داتا يعني ميسيج يعني مش مزاج يعني فيديو يعني اي حاجه داتا وجديد فيديو كل دول هم الانفورميشن هما كلمة سميها زي ما سميها. احيانا هنسميها بيس باند سيجنل وهدي هتبقى الاسم الدارجة عندي في الكومنيكيشن. فسواء بيس باند سواء انفورميشن سواء ماسيج او داتا فيديو كل ده هو اللي انا عايزة ابعته او عايزة استقبله. اه يبقى عندي سورس وعندي سينك. عندي سورس هيبعت وعندي سينك ريسيفر هيستقبل. ما الارسال والاستقبال حاجة دايريكت كده يعني كاني مسلا بسلم حاجة من ايد ليد وخلاص كده? لا طبعا يعني ما نفعش الصوت بتاعي يوصل لمسافات طويلة. طبعا لان ضعيف عشان يمشي مسافة طويلة يبقى محتاج ميديا او محتاج انتنة تبعت مسافتها او طولها طويلة جدا خالية زي ما نشوف. غير كده وكده الحاجة الاهم والاختر هو انك انت الباور بتاعتك اللي انت بتبعت به الصوت لازم يحصلها ديكاي مع المسافة يعني ده طبيعي. فاستحالة توصل لمسافة ميت متر ولا ميتين متر مهما كنت بقى قاعد عملت زعع عشان توصل لليفل اللي وصل لك المسافة طبعا هتموت السيجنال مع الوقت طبيعي يعني. فبالتالي لازم بقى فيه ميديام ولازم بقى فيه حاجة بتعدل في السيجن اللي انا عايز ايبعتها بحيز تقدر تمشي مسافة طويلة. وحاجة في الريسيبر يقدر يفكي السيجنال اللي اتبعتت من الحاجة اللي اتعدلت عليها. هو ده الفكرة كلها بتاعت الكمنيكيشن سيستم. طبعا بدايات التيلي كومنيكيشن سيستم كلمة تلي تلي بقى فيه حاجة فيها زي تليجراف فيه حاجة زي تليفون هيبقى فيه ترانسيميت ورسيب. ففيه عندي مثلا حاجة زي الايه؟ زي ما كنا بنعمل الاول الكابلات المشتركة مع بعض في راوتر مثلا. زي ما بنعمل شبكة الديش المركزي. اللي في الشوارع مثلا. انك انت بتعمل بتربط كل الناس في الاخر بجهاز معين. الانترنت نفسه. اه الفايبر كومنيكيشن كل ده نقدر اه يصنف طبعا تلي كومنيكيشن سيستم. طيب الموديل بتاعنا بقى اللي احنا بنشتغل عليه هو عبارة عن ايه؟ بنبدأ الاول من اللي هو مسلا الشخص اللي بتكلم. ده السورس. يطلع منه. هيطلع منه ايه? هيطلع منه. الشخص ده. المسج دي هتدخل على ايه? صوت. المسج دي صوت. هتدخل على ايه? هتدخل على ترانسيديوسر. ايه لازم الترانسيديوسر? هو انا بتكلم في ايه? مش في مايك مسلا في المحاضرة او بتكلم في في هاتفون او بتكلم يعني في النهاية حتى لو بتكلم في تليفون عشان يوصل للرسيفر بتاعي اللي بيستهب العقاط التاني. يبقى ازا في مايك داخلي في الموبايل. هو المايك ده? هو ترانسيديوسر. اللي بيحول الصوت بتاعي من الفورم بتاعته اللي هي الميكانيكال فورم ليه الكتريكال فورم. يبقى آآ بدل ما هي جايله كده لأ هيتحولها لصولة الكتريك سيجنال. فولت وطيار عشان يقدر يتعامل معهم. ويبقى هيطلع من هنا الكتريك سيجنال. بدل ما هي كانت هنا. خلاص بقى اسمها كان الاول او بقى اسمها دلوقتي سيجنال. سيجنال الكهربائية. طيب. اتحولت لسيجنال. هيحصل ايه بعد كده? هيحصل بعد كده ان هي هتدخل على حاجة بقى تعمل لها تعديل عشان تقدر تمشي بسافات طويلة. التعديل ده احنا نسميه بعد كده في المحاضرة الجاية موديوليتر. موديوليتر. فخلينا دلوقتي نقول ان هو فيه بلوك كبير اسمه ترانسيميتر. ترانسيميتر ده من ضمنه اللي هو تعديل السيجنال وتهيئتها ان هي تتبعت. طيب التعديل ده بس هو اللي هيبعت لا ده فيه تعديل وفيه فلترز وفيه دوائر كتيرة يعني الترانسيميتر ده بيبقى فيه موديوليتر وفيه فلترز وفيه حاجات تانية كتيرة معا. ومالتبلايرز مش عارب ايه. فطبعا الباكيج دي مع بعض دخلة جوة ترانسيميتر. خلاص. دلوقتي بقت جاهزا هي تتبعت. تتبعت من خلال سلك او من خلال وارس. تمشي في ميديم. الميديم ده ممكن يكون هوى او كيبل معين. كيبل ده بقى نحاس فيبر واتيفر بقى. فهتبقى هي دلوقتي السيجنال هتمشي في الهوى. يبقى انا محتاج لو انا عايزة امشيها في الهوى احولها من الفورم الالكتريكل لفورم يمشي في الهوى. الهوى مش يمشي فيه الالكتريك سيجنال. مش هنمشي للكهرب احنا ويحنا مستشي في الشارع. من غير حاجة. لا هتمشي تتحول لصورة. فدي دور الانتنة دور الاريال اللي بحطو ده بقى. ما بيقى بعد الترانسيمتر انه هيحول الالكتريك سيجنال الالكترو مجنيتك ويفز. بقى انا احط بعد هنا كده حاجة بالشكل ده هو ده الانتنة. الانتنة هو ده الحاجة اللي هتحول الالكتريك سيجنال ليه澤 ما جنيتك ويفز. خلاص ماشية في الجوا يعني ليها توكلف يوم بوننز الا الالكتريك فيلد وماجنيتك فيلد مكسد مع بعض. تيجي بقى في الريسيفر. الريسيفر ده هيستقبلها بانتنة تانية. الانتنة التانية دي وظيفتها ايه تحول الالكترو ماجنيتك ويفز تاني لالكتريك سيجنل يعني تعمل عملية عكسية لبتاعت الترانسيمتر. نخرج بقى من الالكتريك سيجنل ندخلها على حاجة زي الترانسيمتر بس هناك اسمها ريسيفر. الترانسيمتر كان فيه دايرة موديليتر ودايرة فلترز وسيركتز تانية معاها. الريسيفر برضو فيه بقى دايرة اسمها الدي موديليتر وبرضو فلترز وحاجات تانية. لازم الفلترز كده كده. ليه? انت في الترانسيمتر بتحتاج تبعت سيجنل على بعضها محمل عليها السيجنل الاصلية والسيجنل اللي انت ايه عدلتها وهكذا تبعتها واحدة. فبتشيل اي كومبوننت تانية مش عايزها في النص. في الريسيفر لازم تحط فلتر تاني عشان يفصل السيجنل الاصلية عن السيجنل اللي اتعدلت وتغيرت فيها ملامحها ويطلع بس السيجنل الاصلية. فانت في كل احوالي محتاج فلترز كده او كده. بعد الفلترز دي يبقى انت محتاج كمان حاجة تحكس اللي كان بيعمله ده. ده كان بيحول من يبقى انت لازم تطلع تاني من الالكتريكل. بقى تعمل يعكس اللي عمله طب الخرج ده هيروح فين? يعني الدخل ده جاي من مايك. الخرج هيطلع فين? ما انا عايز اسمع. اسمع يبقى محتاج ايه? سبيكر. يبقى هحط على سبيكر. هو ده اللي بيعمل الالكتريك لفويس تاني مسموع. يوصل لتاني صورة المسج عند الطرف التاني. تعالوا كده نشوف اللي هيحصل. اهو راحت للشانيل. اللي دي هي مين? هي الميديم اللي هيمشي فيه. اللي احنا قلنا زي الهوى مثلا. ممكن واحد تاني يقول لا ده انا همشي السجنال في كابلات. اوكي هتمشي السجنال او الداتا بتاعتك في كيبلز. هو ده الوسط بتاعك هو ده بتاعتك. هي ده الميديم او الميديم بتاعك. استقبلت السجنال تبتدي تدخل على الريزيفر. تطلع الاوبوت سجنال تدخل على او اوبوت ترانسيديوسر لو استمع زي ما قولنا في الاخر تحصل على الاوبوت ميسج. المشكلة بقى عندك فين? في اللي تشانيل. بيحصل النويز في الغالب في الحتة دي. معنى كده ان مفيش نويز بيحصل هنا ولا هنا. لا فيه طبعا. الثرمال نويز والانترنال نويز اللي بتحصل نتيجة التواصلات واللحمات واوة ولخ. لكن فيه نويز اصلا مع اللي تشانيل. ودينا مثال في المحاضرات بتاعتنا. قلنا زي فكرة الحنفية المية لما تيجي تركيب فيها خرطوم. انت عندك حنفية المية في المطبخ سي مثلا نص بوصة. ده الطبيعي. ما ينفعش تيجي تجيب خرطوم اصغر في المقاس في الوسع مثلا من الحنفية دي. لو فيه مثلا خرطوم اقل من النص بوصة ربع بوصة ولا حاجة وتيجي تركبه مش هيدخل. فطبيعي لما هتيجي تركبه في الحنفية والحنفية هتنزل طبيعي جزء كبير من المياه ده هيهضر هي فكرة السيجنال واحدة انت ما ينفعش في بتاعتك تحط كابلات تقدر تشيل كمية سيجنال اقل من اللي طلع اوريدي من الترانسيميتر الترانسيميتر ده هو الحنفية بتاعتك فما ينفعش يطلع داتا ليها باند ليها عرض ليها حيز هو ده الباند ويتس ليها حيز معين وانت تجيب ميديم بتاع الكيبلز باند بتاعه اقل يبقى انت كده جزء من اللي طالع من الترانسيميتر هيهضر هيحصل ايه دستيربنس هيحصل اه نويز هيحصل ضياء على السيجنال من الاخر مش هتوصل السيجنال كلها غير كده ان ممكن يحصل تداخل اصلا يعني انا دلوقتي بقول انا ماشي في الهوى سيجنال بلاش اقول كابل مش انا ماشيت سيجنال في الهوى مش الهوى دي ماشي فيها الاف الانواع من السيجنال تتانية مايكرويف على موبايل على واي فاي على كل واحدة مش ده ممكن يحصل انترفيرنس وتداخل في السيجنالز وبعضها مايكرويف ده لازم اعمل مراعاته في الريسيفر وإلا اللي هيوصلني في الريسيفر ايه ولا حاجة هلقى الدنيا كلها مكسد مع بعض يحصل انترفيرنس فلازم اخلي بالي من قصة الديستورشن والنويز لاندول اللي بيحصلوا غالبا بسبب التشانيل بتاعتي طيب اه ادي الانالوج كومنيكيشن سيستيم والديشتر كومنيكيشن سيستيم ككلام عن الوضع بتاعهم على مستوى التمثيل في المراجع زي ما نشوف فهنلاقي مسلا ان الانالوج فورما هو الشكل البسيط اللي تحت ده واحد واقف زي مسلا مطربيل القدامة يقف يغني في الازاعة وبعد كده نكبر صوته ونسجله على استوانات الريكوردز اه استوانات دي تتنقل تروح لحد تاني يشغلها على فونغراف يسمعها وهكذا اللي هو كان الستايل الخمسينات والستينات وبداية السبعينات اه في في عملية النقل الازاعي ومثلا ايه اه تسجيل اغاني وكلام ده الديشتال فورم لا بقى في اه تاخد بس الكاميرا تنقله لساتيلايت ساتيلايت ده يرجع تاني بيصفل محطة تانية محطة تانية ده يرجع توزعه لديليفزيونات وده ايه الشغل الحديث اللي موجود دلوقتي الفرم من اللي انا رجوا تشتل في كتيرة في النص اه اولا الديشتال سهل جدا يغطي اريا وسعة من العالم مش من دولة بس ده من العالم كله اه اعقد طبعا في الديزاين لانه بيدخل فيه عمليات تشفير تشفير وفك تشفير طبعا فالموضوع احيق بقى اتقل في شغل من الايه الانالوج لكن ما ينفعش افهم الديشتال تيكنيكس من غير ما كون دارس الانالوج تيكنيكس لان هو الديشتال كله مبني على الانالوج بيزكس فلازم افهم الانالوج تيكنيكس كويس قوي عشان اي ديشتال تيكنيكس جاية هي مبنية على الانالوج يعني ما تتكلم في اس كي و اس كي و بي اس كي vIQエ какиеixات اللي هي كلها تم في الديشتال تيكنيكس كلها ام على الام والاف ام لو انت مش فهم ام واف ام خلاص ما ما تتكلمنيش بقى في ديشتا الموديليشن تيكنيكس امبلوتيوت شيفت كينج وفيش شيفت كينج وكلام ده حدش هيفهمه وهو مش فهم انالوغ تيكنيكس عشان كده لازم ندرس انالوغ كومينيكيشن سيستم طيب يبقى نقدر نختصر البيزيك انالوغ كومينيكيشن سيستم في البلوك دياجرام ده هو ده نفس الكلام اللي انا قلته من شوية طيب ايه الكمبوننتز زي ما قلنا بنسمع كلمة ماسدش هي كلمة بيزباند هي كلمة انفورميشن التلاتة واحد طيب في الانالوغ وفي الدجتال مثال لهم ايه في الانالوغ ومثال لهم ايه في الدجتال الماسدج في الانالوغ زي الصوت صوت انا وانا باتكلم زي ماقص درجة حرارة زي صورة بلقطها يعني طيب الديجتال الداتا الداتا كلها تاييمينج متاع الكمبيوتر مساكي تكتب برسالة او في الموبايل كل ده الشفارات زي ما كنا بنبعط لبعض مثلا في التلغراف الحاجات دي الشفارات حاجة اشبهة شفرة موريس مسلا فسواء يعني أنا بتكلم على data بتكلم على signal بتكلم على message هما المعنى واحد هو المعنى في النهاية واحد الform بس اللي شكلها مختلف لكن هو الهدف واحد ده اللي عايزة أبعطه طيب ده من نسبة لكلمة message بعد كده بيجي transducer وإحنا فهمنا ال input transducer ده اللي بيحول من form من physical form زي mechanical electrical electrical زي صورة يحولها زي درجة حرارة بقسها عشان يبتدأ شغل تكييف أو يشغل مروحة أو لقيتها قليلة يبتدأ شغل هيتر دفاية مثلا أو حاج فهو ده اللي هو temperature sensor رحيقص درجة الحرارة عشان القطر ياخد بعد كده بقى بناء على درجة الحرارة فقلنا بميكروفون مثلا قلنا temperature sensor عندي الكاميرا عشان تصور فيديو الكمبيوتر كيباد حتى كيبورد او الكيباد تحت الموبايل هي دي السنسور ال input اللي بيقيس ويحوله ل text text 01 في النهاية الفوتو LDR و الفوتو ترانزيستور دي الجهزة أو سمي كوندكتور الغرض منها ان هي تحول ل يعني الناس بتعمل دواير صغيرة بسيطة جدا عشان تتحكم فيه alarm مثلا فتح باب شقة او فتح باب تلاجة او حاجة زي كده اول ما يلاقي الباب تفتح يدي alarm ما هو عبارة عن ضوء اول مسلا ما تفتح باب التلاجة فباب التلاجة اللمبة اللي جهوها هتنور فهو يحس بالضوء يقوم يدي alarm طبعا بيبقى فيه سركة مع ال LDR اللي محتوطة او الفوتو ترانزيستور اللي محتوطة اللي هي او ترانزيستور عشان خاطر يعمل الكمبيرينج ده ويطلع ال current على سماعة يعني تسمع الصوت فهي الفكرة هنا ان او عملية اكتشاف او السنسور هنا او الترانزيديوسر يبقى الترانزيديوسر هو سنسور في النهاية يحس بحاجة وياخد اكتشن بناء عليها فاللي بيحس باللايت ويحول الفولت ده مثلا زي ال LDR زي الفوتو ترانزيستور او الفوتو ديكتور اللي بيحس بالتمبريتشور ده الثيرميستور او زي ما يقول التمبريتشور سنسور اللي هو زي ليه رقم مثلا LM35 او زي ما قلنا الفويس المايك مثلا وهكذا ده بالنسبة لي بعد كده بتيك دايرة الترانزيستور الترانزيستور هي البلوك بقى اللي فيه والدوائر المرحقة به بعد كده التشانيل والتشانيل ده اللي بيمشي فيه زي ما قلنا ممكن يكون هوا ممكن يكون كابل الترانزيميشن بروسيس نفسها بتتم عن طريق كذا مود فيه مود مثلا اللي هو سيمبليكس السيمبليكس اللي هو وان ويل بس بابعت مباستقبلش الهاف دوبليكس اللي هو بابعت ممكن أبعت في الاتجاهين بس مستقبلش في نفس الوقت يعني انت في مكالمة التليفون انت بتتكلم وزميلك التاني بتتكلم على نفس الخط في نفس التوقيت بيحصل تدخل في الصوت لكن في أجهزة ما ينفعش الاتنين يتكلموا في نفس الوقت لازم الأولان يخلص كلامه كله ويدي الأوردر للتاني انه هو يبدأ يتكلم اللي هو جاه زي الوكي توكي اللي كان موجود زمان ان انا خلص مكالمتي او خلص الكلام اللي هقوله وبعد كده اقول حول وندوس طبعا على الزرار اسمح ان الشخص يبدأ يتكلم فأبدأ استقبل لكن هو ممكن يتكلم وأنا مجيليش صوت طول ما انا مش مديله الابشن ان هو اسمعه فهو الفكرة كده ان الوكي توكي كان وان ديريكشن السيمبليكس انا ابعت فقط من غرد وكان فيه اجهزة نزلت قبل الموبايل وانتشرت فترة وكانت مع الناس ان انا مثلا ارن على حد مجرد نوتفيكيشن بس يجيله اظهار على جهاز صغير مربع موجود معاه في العربية يعرف ان فلان او رقم ده بيتصل به لكن لا يقدر يرد ولا يقدر اي حاجة ومفيش اصل مايك ولا في ايها هو مجرد شاشة تطلع رقم وخلص فده كان اسمه البيتجر البيتجر ده كان موجود ومشهور فترة من الفترات قبل ظهور الموبايل بالشكل التقليدي دلوقتي الفول دوبليكس طبعا بقى موبايلات والتليفونات الارضي والتليفونات المحمولة وكل الشغل الحالي طيب كما قلنا بنخلي بالنا ان في التشانيل ممكن يحصل انترفيرنس يحصل جامنج يحصل فيدينج يحصل مالتي باس يعني مثلا وانحنا بنتكلم على المشاكل التشانيل فيه في شوات معوقات بتحصل بتقبلنا في التشانيل بزادة النويز مثلا ان يحصل نتيجة الدوائر والتواصلات واللحمات يحصل حاجة زي الدرجات الحرارة عالية دي تبوزلي او تغيرلي من معالم السيجنال اللي طلع على نفسها تباعد يحصل انترفيرنس يحصل ميكس مع كذا سورس يحصل تدخل ما بين كذا موجة تانية في نفس التوقيت الجامنج ان حد يبعد تردد في نفس التوقيت يوقع للتردد بتاعها والجامنج دي كانت دوائر شوشرة انتشرت فترة من الفترات واتمنعت طبعا تدولها كان الغرض منها ان هو نبطل بقى ان احنا نتكلم في الموبايلات طول الوقت في اي مكان يعني ما نعملش خصوصية لدور العبادة مثلا المساجد والكنيس فنبتدي ايه نتكلم فيه ونرن على بعض داخل دور العبادة فلا نركب جهاز يشوشر ويقطع السيجنال داخل المكان هو بيعمل ايه هو بيترانسيميت سيجنال بنفس الباور بتاعة الجي اس ام او المكالمات تحت الموبايل فيقوم موقع الشبكة داخل المكان ابعد سيجنال بنفس التردد بنفس الخواص بتاعتها فيحصل تدخل مع سيجنال اصلية اضايح اوصل التوتا الباور لزيرو فيبقى مفيش حاجة بتستقبلها بل داخل المكان طبعا الموضوع ده كان لقاعات الاجتماعات والدور العبادة والمستشفيات والمدارس وكده كان الغرض منه بدأ يستخدم في استخدامات اخرى طبعا اللي يجال او ضد القانون فطبعا اتمنع التداول للجهات اللي هي الايه الامنية فقط طبعا زي ما قلنا ان دي كلها بتبقى مشاكل في التشانيل يعني بتظهر اكتر وبنشوفها اكتر في التشانيل الديستورشان اللي ممكن يحصل في شكل بتاعتي وديفورميشن اللي ممكن يحصل في شكل او الاتينواشن يحصل ان البيك تقل او البيك ما توصلش للشكل اللي كنت عايزة اوصله انا باعت سكورويف فتوصل ان في جزاء التكلف منها السبب او الاخر او بيحصل الاتينواشن اللي قلت وكده فبحتاج زي او حاجة تعود عمليات النقصان اللي بتحصل فيه السيجنال ايه? طيب اه مش هستفيد قوي بقى يعني انت هتقرب سرعة كده معي السلايد سيبت تتكلم على والكيبلز والكلام ده والنويز بأنواحها عندي انترنال نويز عندي اكسترنال نويز اكسترنال نويز اللي هو انترفيرنس بتحصل اه من اه سيجنال بتتبعت قريبة من يعني برا اللي تشغل نفسها الهومان ميد نويز اللي هو ممكن يكون مثلا اه الكيبلز اللي انا بوصل فيها مثلا ودي مشكلة شهيرة حتى مع شركات ويداتا وكده يقولك ايه ما تمشيش كابلات التليفون اللي هو جاي من البوكس لي الراوتر بتاعتك ما تمشيهاش جنب كابلات ضغطة عالي ما تمشيهاش جنب اي كابلات كهرباء عندك في البيت حاول تفصلها بعيدا عن المجالات الكاهروماغنصية المعاجزة كابلات الدش والالحاجات دي يعني كل دا بيأثر بشكل او باخر لانه بيحصل المالتي باس انه ويجيلك من كزا سورس كده سيجنالز تتداخل مع السيجنال اللي انت عايز تبعتها اصلا فيحصل عملية الايه الانترفيرنس دي اه وفي ناتشرال النويز بقى اللي هي اللايتينج مسلا والسولر ديجل بقى مثلا يعني الضوء مسلا وكلام ده ممكن برضه بيأثر بشكل او باخر على السيجنالز اللي بتتبعت والانترنال نويز قولنا زي ما اللي هي ناتجة من حركة الالكترونز في الدوائر الكهربية خاصة في الكوندكتورز عمتا من التوصيلات واللحمات والحاجات دي بيحصل انترنال نويز بتأثر على السيجنال بتاعتي ويحصل حاجة زي شوشارة كده على السيجنال محتاج ان انا عددها مهم جدا اثناء دراستنا للمنهج نعرف ديفينيشن معين هيركز عليه او برامتر البرامترز المهمة باندويتس طور في عاجة اسمها سيجنال to noise ratio existingol to noise ratio ولكن اسمها كده يعني سيجنال على noise انت عايز البرامتر زي يكون عالي ولا يكون قليل اكيد عايز ال noise تبقى قليلة وال noise في المقام فال noise لما تبقى قليلة في المقام يبقى انت عايز الفاكتور ده كل على بعضه يكون كبير يبقى دايماً siignol to noise ratio كل ما يكون كبير كل ما يكون اكبر نسبة السيجنال اللي طلع بالنسبة ل noise قد ايه فكل ما النوز تقل يبقىhen signal to noise ratio دي لازم تكون كبيرة. ودي دايماً هنقسها كValue هي باور على باور. فهنقسها بوحدة عبارة عن هي باور على باور يعني ما فيش وحدة اللي هو يعني Dimensionless أي حاجة Dimensionless أنا ممكن حولها لديسبل. يعني مدام باور على باور أو Volt على Volt. طبعاً أنا ما حوله من الديسبل الباور على باور يبقى 10 لوج الفاليو دي هي دي بالديسبل. لو هي Volt على Volt يبقى 20 لوج الفاليو تبقى بالديسبل. فأنت دايماً حول الحاجة Dimensionless بالذات في باور على باور أو Volt على Volt خليها وقسها بالشكل ده. طبعاً مهم جداً زي ما قلنا نعرف كلمة واللازم يكون الباندويتس بتاع الشانيل أكبر من الباندويتس بتاع السيجنال اللي أنا إيه ببعتها وإلا السيجنال هاضية زي ما اتفقنا فكرة الحنافية والخارطوم وهو ده الكلام اللي إحنا بنتكلم عليه. الباندويتس ده أو السعة بتاعت في النهاية أنا بتكلم بحاجة فيها ترددات حزم الترددات بتاعتي. يبقى بالتالي أنا دايماً كلامي هيكون على هيرتز أو على ريديم برساكند. دي الوحدات اللي أنا هتكلم فيها عرض للشانيل ده هو دايماً هنتكلم عليه بالهيرتز أو الريديم برساكند. دي طبعاً أنواع مختلفة للكيبلز المستخدمة لنقل الداتا. عدت علينا حاجات كتير شبهها. تستدبير اللي بساعدة مثلاً في التليفون كابل النحاس يعني كابل الديش الكابل ودي طبعاً عالي جداً في نقل التردات الوصلات بقى والكوننكتورز اللي تتوصل مع الكابلز اللي هي ممكن طبعاً ووصل السيجنل يعني أنت تبقى عامل كابل جميل وكويس وكل حاجة والباندويتس بتاعته زي الفل وتيجي تتركب الكوننكتور عليه يخرب الدنيا كلها نتيجة أنه في مسماتش ما بين مقاومة الكوننكتور والكابل بتاعك فيقوم النويز تضرب معاك ويضيع لك السيجنل فكتير جداً الناس تجي تلحم الصمولة بتاعت اللي هو الـ RF كوننكتور مع كواكسل كابل بتاع كابل الدش يلحموها غلط أو يركبوها غلط جزء النيجاتيف اللي هو الشعر ده ومع جزء البوستيف والكلام ده يقول لك مش لقيت إشارة للمعينك كل حاجة سليمة والطبق مصبوط وكل حاجة مش لقيت إشارة ليه في الرسيفر عشان انت سيادتك غلط في طريق تركيب الثامولة الصغيرة دي ليه الـ RF كوننكتور مع الكابل ده فعملت بسماتش ما بين الكابل وما بين الـ RF كوننكتور فخلص كده ضيعت الإشارة بتاعتك يعني بيبقى خطأ تافه بس يكلفك كتير يعني مش مش يكلفك ماديا لكن يكلفك أن أنت تبقى مثلا في حالي نفسك مش كلف طبق ولا مش كلف الكابل ولا مش كلف ايه بالظل اه كلامنا بعد كده بيكون على سيجنالز و اه وكلمة سيجنال يعني لفولت لكارنت فطبعاً أكيد هنأخذ أنواع السيجنل والكلام ده فمنها طبعاً أديو سيجنل اللي هي أكتر حاجة أنا عايزة أبعتها الصوت مثلاً في التليفون والحاجات دي لازم أعرف أن الرينج لتعالى الصوت الإنسان الطبيعي مثلاً بنتكلم من 3-4 كيلوهرتز ماكسيمم بتاع الفويس 20 تواقع يومان الفويس أو آلات وطرية أو ربابة جيتار بيانو أياً كان بقى الحاجات الأصوات طلع صوت عما تانياً فمنتكلم من أول أكتر من 0 هرتز بشوية لحد يمكن 20 كيلوهرتز دي الأصوات يعني من أول هرتز لحد 20 كيلوهرتز ده ممكن يكون شغلنا ده بالنسبة للصوت لو أنا هتكلم على إن أنا عايز أبعت الصوت خلينا نتكلم إن الباندويتز في حاجة مهمة أنتك عشان تشوف موفي على سكرين ليس فيديو على الشاشة عشان تشوفه بشكل مثلا مشهد خنائة مشهد في حركة سريعة على الشاشة أنت محتاج باندويتز علي كل ما الباندويتز يقل يحصل حاجة زي سلو موشن كده إن الصورة تبقى مقطعها مش واضحة مش باينة أقياً كان فالباندويتز برامتر مهمة لازم نخلي بالنا منه طبعاً دول بقية البرامترز اللي جوه الكممنيكيشن سيستيم اللي هي الريسيفر أو الابترانسيديوسر ديستينيشن كل ده احنا اتكلمنا عنه قبل كده السلايس دي بتتكلم على مبادئ السيجنالز وهيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبي اللي هي الحاجة اللي انا مش عايزها كل دي اسمها فمهم جدا تبقى انت تفاهم بتتوصف بايه ليها مثلا بيك ليها بيك تو بيك ليها تايم ليها اللي هو بتاع السيجنال اللي هو مثلا من اكبر قمة لقاع ويقضاع في البيك اللي هو بتاع الوان سايكل بتحسب ازاي مقلوب التايم ده هو كل ده اعدت عليك في وتقدر تكتب ازاي الفولت بتايلة التايم والكلام ده كله كلام قديم يعني مش مش جديد هو بيجي كده في المحاضرات اللي جاية بنتكلم عنه الانالوج والدجتال والفرق بين زي ما قلنا كده عندي الام ريديو والف ام ريديو بنسمع عنهم كتير الناس اللي عندها رضاوي قديمة شوية من التمنات والتسعنات حضرت موجات قصيرة وموجات متوسطة يسمعوا الكلام ده هليهم هيقولولهم الكلام ده دي كانت ردودات صغيرة وكاتل بس بتاعها مش ناقي قوي كان بيبقى مسلا تردوداتها خمسمائة كيلو ستمية الف كيلو الف ومتين في الحدود دي اا الاف ام ريديو لأ اكبر شوية بيبدأ بالميجا هرتز من تمانية وتمانين ميجا لمية وتمانية ميجا هرتز وانت لو فتحت الموبايل بتاعك وبصيت على الرينج بتاع المحطات الراديو هتلاقيها بدأ من تمانية وتمانين لمية وتمانية وبيتبس عليها المحطات واعتقد بيبقى صوتها انقب كتير جدا من صوت المحطات الام اللي هي كانت موجودة وان كانت الام اسهل كتكنيك اي حاجة بنحولها الزيرو وان ونبدأ نتعامل مع ديجتال فورم اللي هو البيتز بتاعتي وابدأ اترانسيميت البيتز دي بشكل يعني معين ماليش بقى في كلمة البيك والطايم والقصة دي مش دي اللي تهمني انا اللي هي هنا اه النامبر اوف بيتز عدد البيتز اللي بابعتها اد ايه مسلا بداع البيتز اه كم زيرو كم وان في كل طلعة ونزلة في في اد ايه زيرو هات اد ايه وحايد هو ده اللي يهمني بقى ان يتحول كلها الفورم اه اللي هو البيتز اه طبعا اه عندكم في البيدي اف اه في اللي هو اللينكت الخاص بي شافرت موريس احد الامثلة العملية لديجتال سيجنال فحتى الحروف كل حرف من دول بيقابل زي ما بتضغط على الكيبورد مسلا فاي رقم بتكتبه اي حرف بتكتبه بيترجم انترنال على البروسيسور لي اه وحايد وصفار بشكل معين لها كود لها هكسا كود وتقدر تشتغل عليها بالهكسا كود بتاعها نفس الكلام هنا شافرت موريس كان بيبقى ليها اه التون بيبقى ليه اه الحروف اي بي سي تقدر تعرف مثلا الحرف من التون بتاعك التوت اللي بتطلع دي طويلة سيارة اه واخدها مقطعة ولا واخدها حاجات واحدة فبيبان بقى من اللي بيسمع التون دي ويروح ما يحولها ليه حروف وارقام تاني ويعرف الكلام اللي تقال ليه اه ده بالنسبة ليه اه شفرة موريس كسبيل المساق يعني عشان تكتب حرف ازا او كلمة ازا اهو فالT ليها سيمبل ال H ليها سيمبل ال E ليها سيمبل واللي بيسمع بيقدر يميز من التون اللي تطلع دي هي الكلمة او الحرف ده كان ايه تاني حرف ايه تلات حرف ايه طبعا موضوع مرهج جدا لو انت بتشتغل بالطريقة اللي هي بتاعة المسلسلات يعني ازاي مسلسلات الجاسوسية لكن احنا بنتكلم في ديشتال تكنيكس هي اللي بيترجم الكلام ده تاني اوتوماتيك ليه اه ارقام وحروف وتظهر لي على الشاشة طبيعي يعني انا لما بيدوس على حرف الايه بيظهر لي قدامي اوتوماتيك ايه مش بيستنى ويفهم ايه ده وما بيحصلش الدلي ده او مطلع السنت الدلي ده فالتقدم بقى في الزكاة الاصطناعية وتقنية البروسيسور في النهاية التكنولوجي هو اللي بيوصلني لان الحاجات دي تتم صورة سريعة جدا وزكية جدا واتخدش وقت طيب الانالوج اه لو انقرنها بالدجتال فانلاقي ان الانالوج اه اه يعني بيبقى سهل وظريف في ارسال واستقبال اوديو وفيديو اه 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 تاكليه يعني ما بيستهلكش باندويتس كبيرة ممكن يكون باندويتس تاع والايل اه اه متاح في كل حتة في القالم مش صعب بنائه مش صعب بنائه الديشتال هو الأفضل في الكمبيوتر بروسيس عمليات الكمبيوتر والداتا بتاعته عملية الكمبريشن يعني أنا أقدر أبعد داتا كتير في نفس السيركت الانالوج لا لو خمسة ستة بيتكلمه وإنت عايز تبعد كل واحد على حدة أنت بيحتاج كأن خمسة ستة سيركت مختلفين لكل واحد سيركت بتاعته أما في الديشتال فورم لا الخمسة ممكن أعملهم ملتبليكسين جمعهم مع بعض في دايرة واحدة ويتبعته في نفس التوقيت وما يحصلش تدخل بينهم الانالوج لا هيحصل تدخل وقت يبقى مشكلة فهلازم تفصل وكل واحد كل سجن منهم تتعدل على حدة وتتبعت الديشتال قدر أعملوا انكريبشن قدر أشفر الديشتال بحيث ما حدش يقدر استقبلها لما الانالوج لا يعني عملية التشفير دي مش وردة في الانالوج التكلفة بتاعت البناء أقل من الانالوج في الديشتال الأرخص طبعا وطبعا أوضح في الصوت زي ما قلنا الاف ام وشغل التتنيكس الجديدة في الاف ام ما هيش اف ام هي تبقى بقى اف اس كي وحاجات تانية أوضح لكن يمكن يكون البناء أعقد شوية يعني الكمبليكس تي هنا أتقل شوية من الانالوج يعني ده زي ما احنا قلنا الديشتال ممكن تلاقيه على الديفيدي تلاقيه في الموبايل فونز تلاقيه في الكمبيوتر مثلا نعمتا بروسس إنما الانالوج في شغل الام والاف ام والفيديو برودكاستنج العادي طيب ليه بفضل الديشتال على الانالوج زي ما قلنا عشان يعني الحاجات الكتيرة المزايا بتاعت الديشتال والفكرة التشفير وفكرة ان يحصل النيوز أقل والتكلفة أقل وقد رابع السيجنلز كتير طيب كل حاجة حلوة في الديشتال ليه بروح للانالوج عشان الانالوج هو البيز بتاعتي أو القعدة بتاعتي اللي من غيرها مش قدر أفهم الديشتال أساسا تيكنيكس ماشي ازاي أو أبنيها يعني أي ديشتال تيكنيكس هي متضمنة داخليا الانالوج تيكنيكس أصلا ومكملة عليها حاجات زيادة فبالتالي لازم أفهم الانالوج تيكنيكس بشكل كبير عشان أقدر أفهم شغل الديشتال تيكنيكس زي ما احنا قلنا طيب خلاص أنا عرفت ليه بدرس الانالوج وليه ما قدرش أستغنى عنه فيبقى ناقصني بس أختم المحاضرة بـ Frequency Spectrum أو الشكل بتاع الباند احنا كأي دولة في العالم بتأجر مجموعة من الترددات كل حيز طبعا في اتفاق عالمي على الكلام ده كل حيز لهدف معين يعني ما ينفعش احنا في مصر ناخد الـ 88 لـ 108 ميجا نخصصه للموبايل لا الموبايل سواء التليفونات بيجيلي من بره أو أنا بصنع لو هصنع في باند أنا ملزم أشتغل عليه اللي هو الـ GSM باند بنكلم في 900 لـ 1800 ميجا هيرتز مثلا في الـ Voice Call أو مكالمات الصوت لازم ألتزم إن الباند ده في الهواء يبقى محجوز للموبايل مش محجوز للـ Satellite أو مش محجوز للـ Radio FM كذلك جزء الـ Radio ما ينفعش أبس عليه موبايل كده العملية هتخش في بعض بأي واحد بقى معه موبايل راديو يقدر يسمع فيه الناس اللي بتتكلم حوالين منه لا ينفعش فبالتالي أنا بقسم الـ Spectrum أو الحيز بتاع الترددات اللي في الهواء كلها لأجزاء جزء خاص بالـ Voice، جزء خاص بالـ Radio Waves، جزء خاص بالـ Micro Waves، جزء خاص بالـ Satellite، جزء خاص بالـ Wi-Fi وهكذا أحجز بقى عشان ده يتبع على الشركات دي وده يتبع على الشركات دي أو يؤجر يعني الشركات دي وهكذا فده الـ RF Spectrum اللي بنتكلم عليه اللي بيوضح لي الـ Range بتاع الـ Microwave، الـ Range بتاع الـ Radio Frequency وده الـ Range كبير جداً كل السيجنال اللي فيها الـ Satellite والـ Voice وكله كله كله ده يندرك تحت الـ Radio Frequency دي كانت المحاضرة الأولى اللي هي الـ Basics بتاعت الـ Communication System أو Basic Course، أنا ليه باخد الكورس ده أصلاً؟ فهنبدأ إن شاء الله في المحاضرة التانية نتكلم على كلمة Modulation وليه بعمل Modulation وليه الهدف من Modulation وأنواع الموديليشن أرجو أنكم تكونوا استمتعتوا بالمحاضرة دي ونشوفكم على خير إن شاء الله للمحاضرة الجاية، شكراً، سلام عليكم